انضم إلينا الآن من مدريد دكتور غسان جعيدي رئيس قسم الطوارئ في مستشفى كيرون بمدريد وعضو في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا إذن أهلا بك الدكتور غسان رغم الارتفاع في أعداد الإصابات في إسبانيا إلا أن هناك انخفاضا في الوفيات إلى ما يعز هذا الانخفاض دكتور غسان مرحبا السلام عليكم نعم إحنا كنا متوقعين أنه بالأسبوع الماضي يتم ارتفاع عدد المصابين وعدد الوفيات ناتج عن قرار اتخاذ الإجراءات بطريقة متأخرة وكنا متوقعين أنه من بداية نهاية هذا الأسبوع أو بداية أسبوع الجاي يبلج يخف عدد الوفيات وعدد الإصابات ولكن برضو لازم نحلل عدد الإصابات بحضر لأنه في كثير مصابين لم يتم تسجيلهم لأنه ما نعمل لهم التست أصلا يعني نتوقع أنه يكون حوالي من 20 إلى 25 ألف مريض أكثر أو مصاب أكثر من ما يعني يحكي عنه دكتور غسان هناك إجراءات حكومية لمواجهة النقص في المواد الطبية كيف السبيل برأيكم لتخفيف العبء عن الأطقم الطبية وفي نفس الوقت الحد من انتشار العدوى الأمران مرتبطان هلأ إحنا متخذين يعني اتخذوا جراءات مثل فتح مستشفيات ميدانية وتجهيزها ولكن صار عندنا ضعف بالإمكانيات جدا حاد وضعف في التقم الطبي فلذلك معنا دكاترا كافين لأنه معظمهم أصيبوا بالفيروس فلذلك لما يصاب لازم ينعزل حوالي 15 يوم في منزله ورغم أنه حاولنا يعني استرجاع المتقاعدين من الدكاترا وطلاب الطب في نهاية السنة في آخر سنة من دراستهم لا الفرق ولكن لا يكفي لأن عدد إصابات الدكاترا جدا سريع هلأ عنا أكثر من 13 ألف طبيب ومرضة ومن التقم الطبي مصاب دكتور غسان أنت إذا عدوا في اللجنة الوطنية لمكافحة هذا الفيروس أي رسالة توجهها اليوم لغير المصابين الوقاية أهم شيء أن يحاولوا دائما يظلوا معازلين أنفسهم حتى لو أنهم بصحة وسلامة إذا تطروا الخروج من المنزل دائما يلبسوا مقدرتهم يلبسوا كفتات مثلا يحاولوا أن يبتعدوا عن ألمسة لمس الأسطحة ويبعدوا عن أي شك في مثلا أشخاص ممكن يكون عندهم فيروس أو إطارهم يحاولوا عدم لمس أي شيء خارج المنزل ولما يرجعوا إلى منازلهم يشلحوا الكلف إذا كانوا لبسينهم أو يغسلوا منيح لمدة 20 ثانية على الأقل وإذا عندهم مطهرات أو إدرالكوليك سولوشنس برضو يستعملوها كل المجهود اللي بقدر يعملوا لوقايتهم فسهم يكون قليل في حالات زي هاي شكرا جزيلا لك دكتور غسان جعيدي رئيس قسم الطوارئ في مستشفى كيرون في مدريد والعضو في لجنة مكافحة فيروس كوفيد-19 في إسبانيا جزيلا شكرا لك من مدريد